دلوقتي هنقول للحضراتكم على طرق أخرى للوقاية طيب أولاً أنت عندك أفضلية على طفلك أنت كأم أو أنت كأب عندك أفضلية على الطفل بمعنى أنك عارفة أن نوبات المزاج العصبية دي لازم هتحصل احنا اتفقنا يعني خلاص أنت عارفة أنها حاجة هتحصل هتحصل مش بس كده ده أنت كمان بتبقي عارفة إيه اللي ممكن يسبب النزاعات أو الصرعات دي يبقى ببساطة أنت ممكن تعملي إجراءات احترازية استباقية علشان تحاشي الاحتكاك والخلاف مع الطفل قدر المستطاع نقول مثل شهير جداً قلنا الحلقة اللي فاتت الموبايل التليفون من البداية كده لازم نخفيه عن عينين الطفل حطيه في درج مثلاً أو في قوضة بعيدة عنه يعني عن الطفل ولما يكون في حاجة ملحة أو طارقة تكون مكالماتك قصيرة والأفضل أن المكالمات تؤجل وتتعمل إما والطفل نايم أو وهو مشغول في حاجة بيلعب مثلاً أو بيتفرج على تلفزيون أو ما إلى ذلك تمام؟ ثانية لما تطلبي من الطفل أنه يعمل حاجة أطلبي ده بلهجة ونبرة ودية خلي كلامك في صيغة طلب مش أمر تفرق كتير قوي ما فيش أي مشكلة أنك تستخدمي تعبيرات زي لو سمحت إذا عايز أكيد كلمات تانية زي شكراً وهكذا هيكون لها وقع جميل على الطفل بس مش لازم رد الفعل الحلو من الطفل يحصل من أول مرة ما إحنا اتفقنا بقى؟ يعني ممكن تقوليله إيه؟ لو سمحت حضرتك ممكن نبطل ده لو سمحت ممكن نشيل اللعبة دي لو سمحت ممكن نقوم بقى دلوقتي عشان نغير مثلاً خلاص؟ شكراً فاهم أزي الطريقة هي مش لازم بقى عشان حديك قلت لو سمحت مرة أنه هيقولك حاضر يا مام أو هيبصلك كده نظر التستجابة موارد أنه لا يحصل حاجة إحنا بنراهن على التعود وعلى التكرار أن دي تبقى طبيعتك مع الطفل رد فعله هو هيكون زي طبيعتك إذا ما حصلش من أول مرة بيحصل من المرات التالية ثالثاً إيه؟ تالت طريقة إضافية للوقاية كل ده غير اللي إحنا قلناه الحلقة اللي فاتت خلوا بالكم قوي بقى من النقطة دي بلاش انفعال لما الطفل يقول لأ بلاش انفعال على فكرة معظم الأطفال بيمر عليهم فترة ويثبتوا كده زي ما جواب إحنا بنقول إيه؟ انت علقت بيعلقوا على كلمة لأ ويبقى الموضوع ده زي ما يكون يعني حاجة آلية يعني الطفل كأنه بيستنى نقول له حاجة عشان يقول لنا عليها لأ أو حاجة يعني حاجة أو تعليمات أو ما إلى ذلك ده حتى أحياناً لما نقول له مثلاً هنعمل لك نوع أكل معين نوع أكل هو بيحبه يقول لأ الرفض هنا عند الطفل مش معناه لأ بالمعنى الحرفي لأ هو أنا بقوله معناه أنه يعني مش معناه أنه بيرفض الحاجة اللي بنتكلم فيها وخلاص لا 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 الموضوع بالنسبة للطفل أعمق من كده الرفض عند الطفل هنا معناه بكل وضوح أقول لكم بقى جواه بيقول إيه؟ أنا عايز أأكد على شخصيتي وسيطر على الأمور والحقيقة أن الطفل بيقعد يقول لأ لحد ما يتأكد أن المعنى الضمني ده وصل لنا فاهمين أزيح بيفضل هو ماسك في الحاجة لشان كده احنا نقول لأ يابدي انت علقت هو أنت كل حاجة نقول لك عليها تقول لأ هو هنا مش بيقول لأ على حاجة معينة هو بيقول لأ في المطلق هو بيبعت لنا رسالة لما يضمن أن الرسالة دي وصلتنا وإحنا قرناها وفهمناها يبدأ يتخلى عن الرفض طيب نعمل إيه؟ علشان يقتنع أن احنا فهمنا أصده الداخلي ده أن احنا جات لنا الرسالة يا عم وفهمناها بكل بساطة مش لما يقول لأ ننقض إحنا عليه أو ايه إزاي تقول لأ أو مش عارف إيه بالعكس ده إحنا هنلعب معاه هنلعب معاه لعبة زهنية يعني هنستجيب للرسائل النفسية دي لما تقولي له حاجة مثلا وقالك عليها لأ خلاص هتعيدي اللي بتقوليه بكل هدوء ووضوح يعني كراري تاني الطلب إذا غير رأيه تمام إذا أصر على معركة الرفض مش بنعقبه لكن بنطرح بدائل أو بنأجل طلبنا معركة التكيف والمعاملة طويلة وأنا بقول معركة لأن فعلا هي معركة فيها خطط وبدائل وخداع استراتيجي كل ده مع الطفل لكن هي في المجمل معركة ده ما خفيف وبريئة والانتصار فيها لحضراتكم مضمون إذا أمنتم بحكمة يعني حكمة معينة إننا خسرنا جولة بس أكيد هنفوز في آخر المعركة خدوا الموضوع كده رابعا اختاري خلافاتك مع طفلك يعني مش عايزة أقول مع زوجك كمان يعني يعني المفروض خلينا نقول في طفلك دلوقتي خلينا مركزين في الأطفال يعني خلي احتمال الخناءة على حاجة تستاهل مثلا إنه يبقى ماسك إيدك وانتم في الشارع ويعني وعايز يسيبه لا يبقى أنت هنا تصري فيبقى فيه خناءة بس هتصري إنه يقعد وراء مثلا وانتم في العربية إنه يحط حزام الأمان وغيرها يعني تمام دي كلها أمور لها أولوية وتستاهل الإصرار منك كأم أو منك كأب لكن مثلا إنه عايزة يأكل الكوسة قبل ما يأكل حتة فكهة على فكرة الأطفال وهم صغيرين ما بيفرقش معاهم أو اختلاف الطعب يعني ممكن لقى عايزة يأكل حاجة من اللي قدامه أنت شايفة أن دي حاجة هتتاكل بعد الأكل أو هتتاكل في نهاية الأكل واخد مالك ما تصريش على دي أو إنه مثلا لازم يغير هدومه لما تكونه مثلا برة وعايزة تغيريه هدومه يعني هدومه بقى كله ويلبس لبس البيت وهو راجع عمال يشاور على التلفزيون وعايز يتفرق على التلفزيون خليه يتفرق شوي وبعد شويه يقوليله يلا بقى نقوم نغير هدومنا وبتاع دي أمور التنازل فيها مش مضر إنتوا حضراتكم في مشكلة إنكم بتفتكروا لما الطفل يصر كده إن انتوا لازم تصروا في المقابل ليه بقى بن قسين علشان يتربى علشان يطلع بيسمع الكلام مش هي دي التربية التربية هو كل اللي إحنا عملين نقوله ده إنما اللي إنتوا بتقولوه ده أو بتصروا عليه دي مش تربية ده عناد خليه التنازل مقبول في حاجات طبيعية وخليك مقتنع دايما إن الطفل اللي بيقول لأ كتير الطفل اللي بيقول لأ كتير لما يلاقي الأم والأب بيقولوا لأ بس على حاجات قليلة ومحددة فهو ده الطفل اللي بيكون مطيع ومتفاهم بعد فترة قصيرة قادمة ومش هو أبدا الطفل اللي تربيته هطبوز زي ما كتير من حضراتكم لسه بيقول ممكن يتصور تمام؟ قلنا كده أربع نقط خامسا ما تعرضيش على الطفل اختيارات مش موجودة أصلا بمعنى ما تعمليش معه صفقات على أمور لا تخضع للتفاوض زي إيه مثلا يعني لازم يستحمى مثلا ما تقولي لوش طيب نستحمى ولا نلعب؟ لا ما هو أكيد ممكن يختار اللعب تحب النام ولا تحب إن إحنا نلعب؟ ما فيه أمور ما ينفعش تطرحي فيها أسئلة إحنا هنستحمى؟ إحنا هننام دلوقتي فاهمين قصدي؟ يبقى ما تطرحيش نقط فيها اختيارات على حاجات ما ينفعش يكون فيها الاختيارات إحنا مش هننزل الشارع خلاص فيه طفل أطفال كده لما تجبر شوية وعايزين ينزلوا الشارع خلاص الطفل عايز يدخل المطبخ مش هندخل المطبخ غلط لأن المطبخ المتجاس شغال وحاجات خطر خلاص دي أمور ما فيهاش مساومة ما فيهاش اختيارات فاهمين قصدي؟ وبلاش حكاية الرشاوي الرشاوي آه بالحلويات أو بالخروجات عشان يعمل الأساسي المطلوب منه يعمل الواجب الأساسي ما فيش أبدا ما يمنع إن إحنا نقدم مكافأة للطفل أو نقدم له حافز لما يعمل حاجة ما تطلبتش منه إنه يشيل حاجته مثلا أو إنه هو يساعدك في حاجة فاهمي أو إنه كان مثلا متعاون وإيجابي معاك في وقت أنت كنت محتاجة فيه إنك تركزي وتنجزي حاجة معينة فاهمين قصدي؟ هنا هو الطفل ساعدك يا سلام أنت كده ساعدتني برافو عليك خلاص؟ حتى لو هو مش حاسس قوي إنه هو عمل حاجة أو عمل جميل بس إنتي بتحسسين إن التصرفه ده تصرف إنتي بتشكري عليه إنما ما تقوليش إيه يلا نخش نستحمى عشان أديك حاجة حلوة ده غلط أو يلا فاهمين قصدي الأساسيات أو الواجب المطلوب منه خلاص يعملوا من غير مكافأات أو رشاوي زي ما إحنا بنسميها